موسيقى الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرات النظار الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم إن شاء الله عن الإيمان والأعمال الصالحة نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هذا الحديث المتفق عليه ربط الإيمان بالله بالعمل الصالح أول مظهر من مظاهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو قول الخير أن يستعمل اللسان امتاعه في الخير فلا ينطق بكلام يغضب الناس ويغضب الله سبحانه وتعالى قول الخير فيه مظاهر شتى يأمر بالمعروف ينهان المنكر ينصح الناس يدعو الناس إلى الخير يدعوهم بالرفق يكلم الناس بالليل لا يستعمل هذا اللسان في آفات ربما تدخل العداوة والبغضاء بين الناس ففي هذه المسألة جاء الصحابين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فسروا كثرة أبواب الخير كيفاش يستعمل للإنسان لسانه في طاعة الله سبحانه وتعالى جاء راجل للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي صلاة صيام زكاة أعمال بر أعمال صالحة قالوا فدلني على عمل يعني أتشبث به يا رسول الله قالوا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إنسان يخلي لسانه شغال بذكر الله مع الاستغفار في التسبيح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتهليل يقول لا إله إلا الله كذلك في قراءة القرآن حتى يكون لسانه رطبا بذكر الله كذلك في الدعوة إلى الخير واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كذلك إنسان من علامات قول الخير أنه يصلح بين الناس أن تعدل بين الاثنين صدقة كذلك تدعو للناس بالخير في عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل ولك بمثلي ما دعوت لأخيك فالإنسان يدعو للناس بالخير كذلك في الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الكلمة واسمعوا واتابعوا معي إخواني على الشاشة هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم لا يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة يعني هذا الحديث يبين خطورة الكلمة أخواني كم من كلمة يعني عملة أحقاد بين الناس مجرد كلمة بسيطة يعني فرقت بين الأزواج كلمة يعني فرقت وجعلت الأرحام تتقطع يعني الكلمة تتطور إلى إشاعات والإتهامات وإلى أباطيل فالإنسان يحترس ويعس على اللسان متاعه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهل يكب الناس في النار يعني على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم يعني خطورة الكلمة إنسان يحتاط ولا يتكلم إلا ولا ينطق إلا خيرا لذلك الإنسان أيضا يهدر ربما ويضيها حسنات مجانية لأنه ما يحسش على الإلسان وإشنا هو يقول يجي يوم القيامة مفلس والمفلس أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ستشاهدونه عن الشاشة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قال الصحابة المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمة يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار الأصل في المسلم إخواني لا يلتفت إلى الكذب وإلى مجالس الغيبة ومجالس النميمة وقول الزور قال الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين هم عن اللغو معرضون والمسلم إخواني أيضا من سلم الناس من يده ولسانه المسألة الثانية من الأعمال الصالحة التي تعرضت لها التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من قال يعني فليكرم جاره إكرام الجار والإحسان إلى الجوار هذا من الأعمال الصالحة وهي وهو من علامات الإيمان حتى ربي سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء يعني هذه الآية العظيمة قال الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الجار وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا وَمَاذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال جารٌ لَيَأْمَنُوا جَارٌ بَوَائِقَهُ قال وَمَا بَوَائِقُهُ قال شره والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والجار إخواني أنواع جار له حق وهو الجار يعني غير المسلم له حق الجوار والجار الجار المسلم له حقان عنده حق الجوار وحق الإسلام والجار ذوي الرحم عنده ثلاث حقوق سيلة الرحم حقوق يعني الرحم وحق الجوار وحق الإسلام والعلماء بينه أيضا ليس الجار هو ليسكن مع جنبك فقط إنما حتى على أربعين بيت عن اليمين وعن الشمال وإذا كان يسكن في عمارة كذلك أربعين بيت إذا كان فيه يعني ربما عمارات شاهقة كذلك الجار بمعنىها الواسع مش الجار في السكنة فقط الجار في الخدمة متاعك في المكتب جارك في العمل جارك في السوق جارك في التجارة جارك في المزرعة يعني الإنسان في الأصل المؤمن أنه يحسن معاملة جيرانه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر بهذا العمل الصالح أن يكون الإنسان المحسن إلى جيرانه وإذا الجيران متاعه شهده فيه بالخير فإنه سيكون من أهل الجنة فيه قصة لمحمد ابن الجهم كان يعني جارا لسعيد ابن العاص الجار هذا يعني أصبته فاقة فعارض منزله للبيع يعني كما قولوا جابش بيعداره بخمسين ألف درهم فلما حضر الشهود قال لهم بما تشترون جوار سعيد ابن العاص يعني كما قولوا تلب سوم في جاره سبحان الله قالوا وهل يباع الجوار فعوض أن يبيع منزله خمسين ألف درهم ضعف ذلك المبلغ إلى مئة ألف درهم قالوا ما علمنا أن الجوار يباع سبحانه نحن جئنا بش نشريه الدار مش بش نشريه الجار قال لهم وهل وكيف لا يباع جوار من إذا سألته أعطاك ومن إن سكت عنه بدرك بالسؤال وإن أسأت إليه أحسن إليك سبحان الله هذا جار عظيم يتشريه بالفلوس سبحان الله فلما علم جاره واخلص معه به جاره اللي هو بش يبيع البيت متاعه وأنه عظم يعني منزلة جاره جاء الجاره متاعه وعطاه مئة ألف درهم وقالوا أمسك عليك بيتك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعاذ بالله من جار السوء يعني قال أن جار السوء هذا سبحان الله خاصة في دار المقامة يعني استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم أما جاره البادية فربما يتحول ويتغير أما الإنسان يشري دار سبحان الله يجي الجار متاعه يؤذيه الجار متاعه يتجسس عليه وخاصة نحن ربما يعني في موسم فيه الأفراح وفيه المسارات فالجار متاعه ما يحترمش الجار متاعه ربما ويشوش عليه ويؤذيه وليس هذا من الإسلام كذلك الجار اللي يسئل على جاره أصبحنا اليوم نسمع ونرى أن الجار ربما لا يعرف حتى اسمه جاره أصبحنا نسمع على الجار اللي يمرض وما يزوره حد من الجيران متاعه أصبحنا نسمع عن الجار اللي يستحق يعني ربما إعانه ويستحق معونا ولا خير في من بات شبعان وجاره جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمر إلى الشجارات والخصومات والقطيعة سبحان الله بين الجيران كذلك وصل الأمر ورأينا وسمعنا من ربما سبحان الله يتوفاه الله في بيته ولا يسمع عنه أحد حتى يشم الناس سبحان الله تلك الرائحة الخبيثة لابد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار قال حتى إذا طبخت مرقا فأكثر ما أهى ثم منظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف يعني حتى أن السلف الصالح قبل كان الجيران وقت لي يشوفوا جارهم عنده ضيف أهل الجوار متاعوا لكل يقدمون ما عندهم من طعام حتى أن الضيف يستغرب وقلت جيد تصنيف هذه ويعلم أن جاره ما عندهش القدرة ربما بشي يصنف الجيران يشاركوا في هذا الكرم وفي إكرام الضيف وهو العمل الثالث الذي أوصى نبيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الله مدح نبيه إبراهيم في الآية التي سنشاهدها إن شاء الله اسمع إلى قول الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تاكلون سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أوصان حتى بإكرام الضيف والضيف هو هدية الله لأهل البيت يعني إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى إليهم هدية قالوا وما تلك الهدية قال الضيف ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت مش الضيف الثقيل إخواني الضيف اللي يحرج ربما المضيف امتاعه ويتجسس وربما يحرج ولا يراعي آداب الضيافة والضيف الذي لا يغرض بصره عن محارم أهل البيت ويتلقى ربما يتشرط وربما يأكل هذا وما يكلش هذه سبحان الله هذا ليس بضيف مرغوب فيه سيدنا أبو بكر وضع قعدة لإكرام الضيف قال لا تكلف نفسك ما ليس عندك ولا تحرمنا مما عندك هكذا كان سيدنا أبو بكر يعني إذا كان عندك حاجة يعني طيبة بيش تقدمها للضيفة متاعك ما تحرموش منها ما تخبهاش عليه أكرمه أكرمك الله وإذا كان سيدنا ما عندكش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته ومن أخلاقه إكرام الضيف السيدة خديشة وقت جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وكان يتعبت بدأت تمدح فيه قالت له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الضيف وكان يحسن يعني وكان يقدم أحسن ما عنده لضيوفه صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم اللي تحدث عليه ربي سبحانه وتعالى في القرآن سمي بي أب الضيفان كان ما يفطرش وحده سيدنا إبراهيم حتى وإن كان ما عندهش ضيف يخرج يلوج على ضيف فيه مرة راجل مجوسي جاء يطلب في شيء من الطعام من سيدنا إبراهيم لأنه كان يعرف كرم سيدنا إبراهيم فاشترت عليه سيدنا إبراهيم قالوا لن أكرمك حتى تدخل في الإسلام حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فذلك الرجل المجوسي أبا قالوا لا أغير ديني مش به الضياف أمتاعك هذه أنا بش نغير ديني فربي سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا إبراهيم قالوا يا إبراهيم أنا أطعمه وأسقيه وصابر عليه طيلة سبعين سنة على كفره وأنت يعني لم تستحمله يعني كرم ليلة سبحان الله لي لم تنجم الضيف وتكرمه يعني عاد إلى رشدي سيدنا إبراهيم وأتى خلف ذلك الرجل وقدم إليه طعام وطلب منه يعني قالوا ما تغيرش الدين متاعك سبحان الله وأكرمه فلما رأى ذلك الرجل المجوسي خلق سيدنا إبراهيم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أوصان أيضا بأن لا نميز بين الضيافة مش مع أنتك يجيك إنسان غني وإنسان عنده وجهة تفرح به وكيجيك إنسان فقير ربما تعرض عنه ويكون غير مرغوب فيه والإنسان حينما يضيف يعني يدعو لصاحب ذلك البيت يقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده هذه أخلاق المسلمين هذه أخلاق الإسلام الكلمة الطيبة الإحسان إلى الناس إكرام الضيف إطعام الطعام إفشاء السلام نخدم بالدعاء إخواني فنقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل دعاءنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب أحزاننا وذهابهم أمنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم حب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا اللهم من الراشدين يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا عزيز يا الله يا عظيم يا الله نسألك اللهم أن تصلح شبابنا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح بنات المسلمين اللهم اجعلهم صالحين مصلحين غير ظالين ولا مذلين واجعلنا اللهم بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وحب بلينا أرضنا وديارنا واجعلنا اللهم من أهل جنات النعيم الذين تجري من تحتهم الأنهار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى مولا يصلي ونسلم دائما نفاذا على حبيبك خير الخلق اشتركوا في القناة